السلام عليكم نهاردة عايز اشير معاكم حاجة مهمة جدا من اكتر الحاجات اللي لفت الانتباهي لما جيت انا انجلترا لما امرأتي قالتلي متحطش الزبالة كلها في مكان واحد حط كل حاجة في مكانها اهل لي كل حاجة في مكانها الزبالة كلها وطرف في مكان واحد تعال اوريكم ازاي دي الزبالة العدية يعني اي حاجة مش تتريمي في الزبالة دي مش افتح حالكم دي الكارد بوردز يعني اي حاجة كارتون او اي حاجة بلاستيك او اي حاجة ريسايكبو تتحط هنا في الزبالة دي النهاردة عندي مشوار للتيب ايهو التيب التيب هو مكان بتوفر الحكومة او البلدية للمواطن عشان يقدر يتخلص فيه من القمامة قابلة للتصنيع القمامة دي لما بتعطي تصنحها بترجع للمواطن بفايدة زي مثلا الكهربا سنة 2013 هنا في انجلترا الحكومة اعادت تصنيع 43% من القمامة اللي ناس خلصت منها هل ممكن نشوف ده في بلد عربي؟ مش عارف اعب عليك احنا عندنا حاجة اجمد من كده كمان هنا بدل ما ياخد منك الحاجة بس بياخدها في المكان ده المنفذ موجود منه تلات اماكن في مئة ناصر وكمان بيديك عليه فلوس يعني المعاية دي هخش اوزنها وعلى كل كيلو باخد عليه اثنين جنيه تمام الدولة تعملين اثنين كيلو وربع الى خمسة جنيه الى ربع بالزبط خلو جدا الهدف في الموضوع كله توعية قبل ما يكون مكسب او خسارة المنفذ ده حكومة ولا اه حيواردينهم الحي بس هو اجتياد شخصي خلو يعني ده بتاعك انت عندهم كل الحاجات دي يعني بياخدوا بلاستيك شفاف وبياخدوا كتب لو عندك ورق قديم وحاجات زي دي وبياخدوا كرتون اللي هو ورق الكرتون اللي هناك ده الحمد لله والناس متقبلوا عن موضوع جدا وفي نفس الوقت ورده الناس اللي شغلة معي كلها طلبة جماعية دول العنوين بتوع المنافذ اللي قايز يعمل سكينشوت او يشوفها عشان يارا في جاعة والالتلاتة في مية نصر وفي اماكن تانية في حتة تانية في مصر بس مش تابعوا يعني بس برضو تابع نفس المنظمة يعني هحاول حطي لكم لينكات للاماكن دي عشان ترافو تروحوا الاماكن اللي اقرب لك يعني ما عايز بس اقولك ان انت من الناس اللي بتعمل فارق جدا وانا الناس راحة جاية ما شواله انا وانا فخور باللي انت بتعملها جدا شواله فور سعيدة موسيقى 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 لها